عقاب وانتقام جماعي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بغارات كثيفة ومتواصلة غير عابئة بالشرائع والقوانين الانسانية الدولية يتحمل فاتورتها المواطنون الفلسطينيون الذين يدمر المحتل منازلهم على رؤوسهم فعدد الضحايا والشهداء يتصاعد مع كل غارة لطيران الاحتلال لا مأمن في غزة نزوح بالآلاف بفعل الغارات العنيفة للاحتلال والحزام الناري الذي تشنه في محيط مربعات وأحياء كاملة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقرارات تتحلل من المسؤولية والإنسانية فرضت حصارا مطبقا على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ويصفهم وزير دفاع الاحتلال بالحيوانات البشرية ويأمر بقطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء عنهم في جريمة حرب لم يسبق لها مثيل فلا منفذ للدخول ولا معبر للخروج الجميع مهدد الأمم المتحدة من جانبها أكدت أن الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني كارثة إنسانية في ضوء استمرار سياسة العقاب الجماعي الذي يتبعه الاحتلال المفوض الأممي لحقوق الإنسان قال إن حصار غزة يهدد بتفاقم الوضع الإنساني ويؤثر على المرافق الطبية فالمستشفيات تأن تحت تصعد أعداد الإصابات بفعل غارات الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت أربعة آلاف جريح فضلا عن كابوس نفاد الوقود بعد قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء ومنها من خرج عن الخدمة في ظل أزمة يعاني منها قطاع الصحة والحاجة الكبيرة إلى مستلزمات طبية لتتمكن من استيعاب الحاصلة الكبيرة للضحايا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر من أن الحرمان الذي فرض على قطاع غزة من الأغذية والخدمات الأساسية غير مقبول لكنها تبقى تصريحات لا أثر لها على الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون عقاب جماعي وحصار كامل فرضه الاحتلال يشمل المساعدات الإنسانية ظنا منها أنها بذلك تضغط على أهالي غزة للقضاء على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية لكنها وفق مراقبين تعزز الحماس الثوري لدى الفلسطينيين وتجعلهم أكثر إصراراً على مواجهة المحتل واستعادة الحق المسلوب